قتلى ومفقودون بالعشرات سيارات مغمورة بالمياه طرق مغلقة ومنازل مدمرة هذه حصيلة الفيضانات التي ضربت كوريا الجنوبية الكارثة وقعت في غرب مدينة تشانجو شمالي البلاد هذه المدينة شهدت خلال الأيام الماضية تساقط أمطار موسمية بشكل غير معتاد جئتم من مدينة بوسان لتفقد أحوال عائلتي هنا لكن الأمر محبط للغاية لا أنباء جديدة حتى الآن وفي ظل ارتفاع منسوب المياه أجلت السلطات ما يقارب ثمانية آلاف شخص فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين قمنا بتعبئة حوالي ثلاثين غواصا ووزعناهم على مجموعات مكونة من اثنين للتنوب على البحث ليست كوريا الجنوبية وحدها التي تشهد سيولا عارمة فالعاصمة الهندية نيودالهي تحولت هي الأخرى إلى مدينة عائمة وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية فقد سجلت العاصمة هطول أنطار أعلى من المتوسط بنسبة مئة وثلاثة عشر في المئة تحول المكان إلى بحر وغادرت المنزل لأزور بوابة كشمير لكن الوضع سيء للغاية هناك قرية قريبة يعيش فيها الآلف من الناس ولم يتم تخصيص أي عمليات إغاثة لهم ولم تشمل التقلبات المناخية التي تجتاح العالم الفيضانات فقط بل أيضا موجات الحر الحارقة أوروبا وإسبانيا على وجه الخصوص من أكثر المناطق تأثرا هناك أفادت السلطات بتلف أكثر من ألفيه كتار بسبب اندلاع حرائق في جزيرة لبالما مما أدى إلى إجلاء 2500 نسمة سنوفر الأسرة والطعام ومختلف الخدمات لجامع الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم في الصين كذلك حذرت إدارة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تتراوح درجاتها بين 35 و45 درجة مئوية في مناطق عدة ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر من ضربات الشمس ووفقا للأمم المتحدة فقد شهد يونيو الماضي أعلى متوسط درجات حرارة عالمية على الإطلاق وظلت موجة الحر مستمرة خلال شهر يوليو أيضا ومن المتوقع أن تتواصل خلال الأسابيع المقبلة كذلك وهي أحوال جوية مرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري على حد قول المنظمة الدولية